اشتركوا في القناة اكبر النهاردة هنتكلم بحرية اكبر واكبر لان الاوضاع دلوقتي مختلفة شوية مفيش افلام جديدة مفيش حتى عروض جديدة في الحاجات التلفزيونية اللي هي زي والكلام دوت الناس معذورين عندهم جدول معين وعندهم اعمال انتاج معينة مش زي ما يكون عندهم افلام ومسلسلات كانت مكدسة ومطلوب منهم ان هما يرموها بمجرد ما الناس بقت قاعدة في البيت برضو الحاجات دي بتاخد وقت وكلام زي ده مما تسبب في حالة فراغ وانا بقالي فترة طويلة عمال افكر نستغل الفراغ ده ازاي نقدم من خلاله محتوى سينمائي ازاي هل نرجع للقوائم في الاغلب حنرجع للقوائم وحنعمل بعض الحاجات اللي انا شخصيا بحبها مش القوائم المباشرة قوي بتاعت تصنفات سينما او ممثلين مخرجين مؤلفين حاجات زي كده وبتاعتب عادة تصنفات من الغريبة اللي كنا بنعملها زي رأسات في افلام غير راقصة والحاجات دي لحظات رومانسية معرفش مين الكلام ده حاجات اللي انا شخصيا بحب اشتغل فيها لها بتخليني افتكر الافلام بشكل افضل واوضح ولكن في نفس الوقت لازم يكون فيه جزء من المحتوى مخصص للمراجعات والان انا ناوي انشغل بمراجعته في الفترة اللي جاية هو شيء بوهمي شويتين شيء عشوائي شويتين شيء غير منظم على الاطلاق وهو ببساطة ان اي فيلم حشوفه في الفترة اللي جاية واتمنى اني انجح في اني اخلي ده روتين يومي اني اكون بشوف فيلم بشكل يومي بفتح الكاميرا باجي معاكم ونتكلم عنه شوية بس مش اقطر من كده يعني لو ده يونسكم شوية يبقى انا نجحت لو ده ملا اجندة المحتوى بتاعة القناة نبقى نجحنا لو ده ادر ينقل الناس ترشحات لافلام يشوفوها وحنستغل الافلام اللي احنا بنتكلم عنها عشان ندي ترشحات لافلام الناس تتفرج عليها نبقى نجحنا لو ما نجحناش اتمنى منكم تقولولي ازاي ممكن نغير في ده شوية صغيرة بحيث ان هو يبقى انجح وافضل ويريد يبقى تغييرات شوية صغيرة مش عايز؟ اكتر في المقدمات قوي لان ده اللي احنا بنعمله مؤخرا احنا بندي مقدمات كتير قوي ومحتوى قليل قوي المرة دي عايزين نعكس الاية شويتين الفيلم اللي حتكلم عنه النهاردة هو فيلم هاستلرز من الافلام اللي نالت اهتمام كبير جدا في 2019 ما تعرضش عندنا في السينمات لأسباب مفهومة جدا وهو انه فيلم آر ريتد بسبب جرأة المحتوى بتاعه اللي فيه عورية كتير وفيه حاجات زي كده وان كان مش بشكل قاسي قوي يعني الفيلم ده كان ممكن يطعبت بشكل او باخر بس الناس على ما يبدو كده خدوا ايه السكة السهلة يعني الفيلم نال شهرة كبيرة قوي لانه كان من الافلام اللي عليها كلام كتير قبل موسم الجوائز بان فيه عناصر كتير منه متفوقة سينمائيا بشكل فرض نفسه على بعض التوقعات وبعض الترشيحات بالتحديد مخرجة الفيلم لورينس كافاريا انا حايا امري ما اسمت اسمها بيتقلب لكده لورينس كافاريا وبطلة الفيلم او ما كنا نحسبه ومن كنا نحسبه بطلة بطلة الفيلم جينفير لوباز 진فير لوباز مش بطلة الفيلم ولي حاجة جماعة بطلة الفيلم هي كونستنس وو والفيلم بيدور عن شخصيتها في المقام الاول شخصيتها اسمها دورتي أو ديستيني بتقوم بدور ستريبر بتشتغل راقصة تعري في أحد الملاهي بالشكل اللي احنا عارفينه من أفلام تانية أو حاجات بالطريقة دي لفترة من فترات الفيلم بتحاول تحسن من حرفتها وتطور من نفسها عشان تكسب بشكل أفضل وبالفعل بتوصل لمرحلة معينة لغاية لما بتحصل صدمة الاقتصادية تاعت 2008 وبنشوف من زاوية مختلفة تماما إزاي ده أثر على حياة راقصات تعري ان فجأة زباينهم الرئيسيين من موظفين الناس اللي معهم فلوس كتير يفرتكوها دول في ظاهرة اقتصادية غير صحية والفيلم بيعمل أحد نجاحاته من خلال ان هو بيعكس ده بشكل واضح وبشكل كويس وبشكل مقنع كدلك المهم الانهيار الأسواق للبورصة والاقتصاد أثر عليهم هم كمان مما جعلهم يلجأوا شخصية دورثي مع شخصية كان اسمها إيه اللي عملتها جينيفر لوبيز رامونا ياس رامونا المفروض ان هي السينير بتاعتها شوي المعلمة بتاعتها المثالها الأعلى يعني انها تتعلم يتعلموا مع بعض وينظموا مع بعض خدعة غير قانونية عشان يستثمروا نقاط قواهم بما انهم رقصات تعري وبناء عليه مفيش مجال كبير لهم قوي ان هم يتوظفوا في وظائف عادية او حاجة بالطريقة دي ويقدروا يكسبوا فلوس مش عايز بقى احرق في النقطة دي بالتفاصيل ايه هي الخبعة اللي عملوها وايه هو الجزء الغير قانوني اللي هم عملوه ولكن الاحداث لقصة حقيقية وقصة حقيقية ملموسة جدا لحدث عالمي مشهور جدا تم تناوله من زوايا كتيرة جدا واخيرا بيظهر فيلم جديد بيقدر انه هو يتناول من زاوية مختلفة من منظور مختلف المنظور بتاع الستريبرز اللي في كل الافلام في الدنيا لما كنا بنروح لهم كنا بنروح لهم كاثر ثانوي كحاجة على جنب كحاجة مش مهمة فيلم ده بيك شورت وهو من الافلام المشهورة والزكية جدا اللي اتعاملت مع الازمة الاقتصادية وازمة البورصة في الفيلم وثمانية تناول ده كجانب ثانوي في الفيلم بتاعه برضو كخط فرعي جدا وهو ان في رقصة تعريف مكان معين عملت ثروة كبيرة قوي من وراء الخلل او الفساد او المهزلة اللي كانت حصلة في سوق العقارات وبعد كده اصبحت من المتضررات من الموضوع في مشهد عبر كان عظيم جدا الفيلم ده بيعمل شيء جيد قوي سينمائيا على الاقل من هو بيمسك زي ما قلت قصة مشهورة او حدث عالمي تاريخي حقيقي مشهور وبيتناوله من منظور كان دايما ثانوي اصبح هو الرئيسي اصبح هو اللي في مركز القصة ومش الحدث اللي مهمة اوي بالنسبة للقصة بتاعتنا قد ما هو الحدوطة الانسانية بتاعة البنت اللي بتحاول انها توفر حياة كويسة لبنتها والجدتها من غير برضو بنقرس اكتر من اللازم على عناصر الشحتافة والزاي ازاي انهيار الاقتصاديات ده وات ممكن يكون تسبب لهم في حلقة من حالة الفقر او الكلام ده الفيلم برضو بعيد عن النقطة دي شويتين الناس بتطمح لحياة افضل اا هو ازاي لما استثمروا كتير في الحرفة بتاعتهم في في حدود اللي هم نفسهم مستعدين يقدموه آآ وده في الاخر فشل او ده في الاخر اثبت عدم نجاحه اضطروا ان هما يلجأوا لشيء غير قانوني الفيلم ما بيمجدش في عدم القانونية او في الجزء الاجرامي من الانشطة اللي هما بيعملوها كذلك الفيلم ما بيمجدش في الحرفة بتاعتهم من الاساس واعتقد دي برضو من النجاحات المحصوصة اللي صعبة اوي ننكرها لو ادينا الفيلم فرصته انا انا واضح جدا اظن من كلامي ان الفيلم عجبني وحقيقي الفيلم عجبني جدا جدا للاسباب اللي قلتها دي ولشوية اسباب لسه هقولها كمان شوية السبب اللي بتكلم عنه دلوقتي هي فكرة ان الفيلم ما بيمجدش في شيء ممكن يشعر كثير من المشاهدين بالشمئزاز واعتقد ان ده اللي خل الناس كتيرة ما تديش للفيلم فرصته لان فعلا الفيلم في بدايته بيقدم منظور سافل شويتين او منظور قبيح شويتين للحرفة دي وللناس اللي شغالة فيها لطريقة كلامهم لطريقة تعاملهم لطريقة تنفسهم مع بعض للحاجات دي كلها وده مقصود محدش منهم قصد يقول ان المهنة دي مهنة حلوة محدش عاوز يقول برضو انها جريمة خلينا برضو ان نتفق في النقطة دي اللي هما بيعملوه ده حاجة هما نفسهم مش عاوزين يعملوها هما يتمنوا ان هما يعيشوا حياة افضل من كده هما مستعرين من المهنة دي شخصية بطلتنا ما بتصرح شعلتها باللي هي بتشتغله بشكل مباشر في الاول بتحاول تستخبى منه بتحاول تدارى منه هل الفيلم في نفس الوقت بيحاول ينكر ان بعض المهارات المطلوبة للقيام بالوظيفة دي بالشكل المسموح بيها اللي زي ما بنقول قانوني على الاقل ما فيهوش مشكلة اجرام اتقان الحرفة دي بيتطلب مهارات والمهارات دي فيها جزء فني ده اللي شفناه في مشهد حقيقي مبهر شويتين لتجينيفر لوباز وهي بتقدي رقصتها او بتقدي الروتين بتاعها وبعد كده بتشرح تلمزتها ازاي ده بيتقادى وازاي ده بيتقدم لا دي عاوزة تعمله ولا دي عاوزة تعمله ولا دي شايفة ان هو صح ولا دي شايفة ان هو صح بس مدام حنشتغل نشتغل كويس زي ما بيقوله يعني فان المعادلة دي توصل في الاخر لي انا كنموذج للمشاهدين اللي حتفرجوا على الفيلم اعتقد ان دي من نواحي نجاحه مش مطلوب من الفيلم انك لما تتفرج عليه تبص على الحاجات دي وتقول اه دول طالعين يمجدوا في الموضوع وطالعين يجملوا في الموضوع وبيدعموا السفالة وبيدعموا المناظر المشمئزة المطيرة للشمئزاز دي لا خالص هما بيعملوش ده على اطلاق ولو في مشاهد في البداية حاس بقرف فده مقصود انت مقصود انك تقرف من ده لان الشخصيات اللي بتعملوا نفسها قرفانة منه ونفسها تتحرر منه بس تعال نحط ده جوه العالم اللي احنا عايشين فيه عشان نفهم ايه فرص التحرر ده العنصر الرئيسي اللي عجبني جدا في الفيلم هو الاخراج الفيلم ده من النمازج الجيدة جدا اللي تحس ان كل مشهد منه تم التفكير فيه من مناظير فنية متعمقة شويتين زي ما يكون فيه حد قالك انا دلوقتي عاوز ادي منتاج لزاي البنات بتوعنا دول انتقلوا من شكل حياة لشكل حياة اخر الفاصل الزمني اللي قدامي عشان اقدم ده مثلا خمس ست دقايق من زمن الفيلم اقدر اضيف ايه فنيا عشان اعمل ده بشكل كويس ده مثال بسيط جدا لكل حاجة تعملت في الفيلم في كل فرصة كان امام مخرجة الفيلم انها تقدم عمل فني او تعمل تركيبة فنية مثيرة شوية للاهتمام تخلي المشاهد دايما عينه مخطوفة للفيلم مركز مع الفيلم لانه عارف ان فيه تفاصيل كتير بتحصل لو ما كانتش على السطور فما بين السطور ده اعتقد انه من النجاحات ومن غير ما يخش في المنطقة الحرجة الخطر اللي انا دايما بسميها مخرج او مخرجة محصوصين اكتر من اللازم اكتر من اللازم دي هي كلمة السر هي فكرة انه اه انت قدمت ده في المشاهد ده لان انت بتحاول تخدم حاجة مش بس بتحاول تستعرض حرفتك في مخرجين كتير بيقعوا في الفخ ده انا ما اعتقدش ان لورانس كافاريا وقعت في هذا الفخ في هذا الفيلم بالتحديد لا بالعكس هي نقلت خبرتها ونقلت اللي تقدر تعمله لخدمة المفروض كل مشهد وكل قسم من الفيلم ينقله بشكل ناجح واعتقد ان الحقيقة انا معرفش ليه دايما لما كنت بتابع اخبار الفيلم ده كنا بنتكلم عن فرص جينيفر لوبيز للترشيح للأوسكر جينيفر لوبيز قدمت اداء جيد جدا قد يصل في بعض الاحيان لدرجة الممتاز ولكن عشان نتكلم في ان ده المفروض ينقلها مباشرة لمصاف موسم الجوائز او انها تبقى خلاص متأهلة للدخول في موسم الجوائز اعتقد ان ده قدر من المبالغة احنا الفكرة الاساسية اعتقد قريبة شوية من اللي قدمه ادم ساندلر في انكات جامز فكرة الراجل ده يا جماعة كان راح في الوبا هم بقى لهم كتير شغالين في الغياهب احنا بدأنا ننسى ان هم كانوا ممثلين كويسين ده في حالة ادم ساندلر او عمرنا في حياتنا ما شفناهم كممثلين كويسين ده في حالة جينيفر لوبيز وفي السنة دي قدموا شيء محدش كان متوقعوا منهم في حالة ادم ساندلر انا عارف طول عمر انه هو ممثل كويس انه ممثل جايب جدا مش ممثل عظيم مش ممثل استثنائي ولكن يقدر يعمل ده مفيش صعوبة عليه هل ده المفروض انه يسمح له تلقائيا بالترشح والدخول كمنافس في موسم الجوائز علامة استفهام لان انا برضو عندي معلومات ومفاهيم في حكاية موسم الجوائز دي ممكن ما تعجبش الناس كتير بالنسبة لجينيفر لوبيز للاجابة بالنسبة لي واضحة برافو برافو جدا كمان اكتشفنا انك ممثلة كويس يمكن نكون متأخرين شوية يمكن تكون هي ظلمت نفسها في اختياراتها يمكن يكون الناس عمرهم في حياتهم مرهنوا عليها بالشكل اللائق بس عشان نتكلم في موسم الجوائز لا لسه شوية لسه شوية لسه كتير لسه كتير قوي كمان اللي ممكن نتكلم عليهم في موسم الجوائز الحقيقية هي مخرجة الفيلم لانها فعلا قدمت منتج والواحد بيتفرج عليه ما تقدرش تنكر بانه لا فيه تتشتين تلاتة تحطوا فوق كل مشهد فيه اضافة عملت واضافة مفيدة مش اضافة لمجرد المنظرة او مجرد الاستعراض او حاجة بالطريقة دي كونستنس وو لقيمة بدور بطلة الفيلم انا عارفها كويس دي يا جماعة الام بتاعت مسلسة دي اللي كانت عاملة بطولة فيلم اللي لسه شايفانها من فترة سيارة انا لغاية لما خلصت الفيلم مش مدرك انها هي لان عندها ترانسفورميشن عندها تحول اتغيرت لشكل تاني اتعمل منها حاجة مختلفة انا شخصيا افتكرتها البنت اللي قامت بدور كريستي في فيلم ده سوشال نتورك لاني ما تصورتش انها كونستنس ده برضو نقطة الالتقاء ما بين مجهود الممثل في تقمص ونقل الشخصية او تقريبها من الوظيفة او من الطبيعة بتاعت الشخصية اللي هي بتجسدها لان كونستنس هو اللي عارفها تفكر فيها تفكر في ستريبر ما يركبهش على بعض فلازم يحصل تحول لازم يحصل تحول كبير في المنظر تحول اكتر بكتير من مجرد مكياج وكوستيومز وملابس وحاجات بالطريقة دي فدي نقطة الالتقاء ما بين اجتهاد الممثل وما بين رؤية المخرج اللي اعتقد انها نجحت جدا في نقل ده لشيء مقنع وعندما اقول مقنع فنرجع تاني للنقطة الخلافية البسيطة فانك المفروض تقرف شوية وبعدين تكتشف ان الشخصية نفسها موفقة معاكم كمشاهدين فانك المفروض تقرف من ده الفيلم على مستوى الكوميديا نجح جدا في تسلسلات كوميديا حقيقية فعالة بشكل كبير جدا في احداث مجنونة لان هو بيدور عن قصة حقيقية مجنونة الناس تحولت لشكل اجرامي لاسباب مطروحة بقى قدامك انت كمشاهد قدامكم انتو كمجتمع اتفرج عليها وقول رأيك احكم انت احنا مش طالعين نحكم مكانك وده برضو نقطة متشابهة مع افلام كتير الغريب انها كلها افلام كويسة حقيقي كلها افلام كويسة يعني النقطة دي بالتحديد تم تناولها مؤخرا في فيلم امريكان انامالز وكانت جيدة جدا سواء على مستوى فلسفة السرد او طريقة الاخراج او التكسيد او وضعك انت كمشاهد في موضع القاضي اللي بيحكم على مصير الشخصيات دي قبلها بشوية كان في فيلم اسمه ده بلينجرينج من اخراج سوفيا كوبولا نفس الفكرة بالظبط انا بتريت اشك او بتريت اصدق في ان الفكرة دي هي اللي بتولد افلام كويسة كل اللي مطلوب منك كصانع افلام وكفريق بطولة وكناس قائمين على الفيلم انك متفسدهاش انك تعملها بشكل كويس ده هو ده بس اللي مطلوب الفيلم على مستوى اسلوب السرد مش مباشر الفيلم فيه قفزات زمنية واعتقد ان كلها موفقة المنظور بتاع الطريقة نفسها لان الموضوع بيتم من خلال في حوار صحفي او في لقاء شخصيتنا الرئيسية بتحكي فيه ايه اللي حصل وده وصلنا الفيلم دلوقتي وبعدين بنبتدي نسنك ان احنا نوصل لنقطة التقاء الخطوط الزمنية في النقطة الصح عشان بعد كده ننتقل لمنظور المستقبل بشكل لائق جدا اعتقد ان كل ده كان موافق اللي ما كانش موافق شويتين بالنسبة لي هو بعض اللحظات اللي كان فيها اهداءات لجينفر لوباز انها تستعرض بعض الامكانيات اللي ممكن تكون ما كانتش مفيدة للفيلم ولكن كانت مفيدة لها ومفيدة لشخصيتها طريق التناول الفيلم لمنظور الرجالة من كل اللي بيحصل ده كاد لفترات طويلة جدا جوا احداثه انه يبان غير عادل على الاطلاق بل كرتوني الى حد كبير جدا وبمنتهى الامانة مش قادر افكر في مشاكل تانية حتى المشكلة الرئيسية اللي انا بتريدت احس بيها زي زي اي مشاهد في بداية الفيلم سريعا بتريدت افهم الفيلم او بتريدت افهم ان الفيلم قصد انه يوصل للشعور ده ما كانش مفاجئ بالنسبة لي وبناءا عليه فيلم هاستلرس فيلم حلو لو في حد من المشاهدين نفر منه بناءا على المنظور اللي بقوله ده فانا بنصح الجميع انه هو يديله فرصة الا لو كان في حد رفض تماما للمحتوى الاباحي او محتوى العرية او محتوى الكلام ده قلاص يبقى الفيلم ده مش مناسب لحضراتكم وخلصتنا وتقييمي الشخصي انا ليه تمانية من عشرة وحنستمر في التقليد ده في الايام اللي جاية لو الموضوع هي دايما يا جماعة محتاجة مومنتم محتاجة ريتم لهو نظام فيلم حلقة فيلم حلقة فيلم حلقة انا لو المطور دار ان شاء الله باذن الله حققق اللي انا عوزه وهو ان يبقى عندنا حلقة زي دي يوميا على فيلم جامد ان شاء الله على الاقل في المستقبل القريب وعلى الاقل العدد كبير من الايام قبل ما ناخد اجازة يوم او اتنين كل فترة يعني انتوا فاهمين انا قصدي ده رأيي في الفيلم وده الشكل اللي انا اشتغل عليه في المستقبل لو حابين تساهموا معايا باي رأي سواء في الفيلم او في اللي انا قلته ده ياريت تنوروني في الكومنس الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شارعوا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو وبوديو وبي باي